زار قائد القوات المشتركة صاحب السمو الملك الفريق الرقب فهد بن تركي بن عبد العزيز مدينة ميدي المحررة بمحافظة حجة كان في استقباله اللواء رقن حيا حسين صلاح قائد المنطقة العسكرية الخامسة هو عدد من قادة الوحدات وضباط وصف وجنود المنطقة وخلال الزيارة حن أسموه الكريم الشعب اليمني وقيادته السياسية والعسكرية بتحرير مدينة ميدي الساحلية الاستراتيجية من الميليشيا الحوثية المتمردة كما أشهد بغيادة المنطقة العسكرية الخامسة وضباطها وجنودها الذين تحقق على أيديهم هذا الانتصار وإلى جانبهم وفي مساندتهم أشقائهم من قوات التحالف العربي مؤكدا أن هذا النصر له ما بعده من الإنجازات وأن التحالف العربي بغيادة المملكة العربية السعودية سيقف مع الشعب اليمني ويسانده حتى تندحل هذه العصابة الانقلابية وتعود الشرعية ويتحقق الاستغرار لليمن وشعبه الشقيق وخلال جولته في عدد من أحياء المدينة المحررة تفقد المقاتلين المرابطين من أبناء الجيش الوطني وقوات التحالف المساندة وكانت السلطة المحلية وقيادة المنطقة الخامسة وممثلين عن التحالف العربي قد أعلنت الأربعاء الماضي تحرير مدينة ميدي والتي تعد أول مديرية محررة بمحافظة حجة وإقليم تهامة